حد مش فاهم حاجة في كمية التحرق براحطي طيب ما تنسوش بقى يعني كان في حد بيشكو سوق حفظه فراح له وكيع وكيع ده يعني علم كبير شكوت ولوكيع سوق حفظي يعني بعد عالك كتاب ما بفهمش حاجة ساعة اثنين ثلاثة ابيض يا ورد ما بفهمش حاجة شكوت ولوكيع سوق حفظي فارشدني الى ترك المعاصي معاصي اي عمنا بنعملش معاصي بنا مؤدبة وكيوت وباخرق من البيت وراح عل درس وبس المعاصي في عصرنا دلوقتي ما بناخدش بان منها انها معاصي زي ايي سامعي الاغاني مسؤول تخيلو سامعي الاغاني معاصية او والله معاصي وانت بتتفرج على التلفزيون تقول لي ايه لا ده بنت زي في عادة ما تكشف شعرها تكشف حاجة لا بتفرج على لا معاصية او الله معاصية ما تتفرج على بنت كاشفة او لا الولاد بس اللي ما يبصوش والبنات كمان. دي معاصي. يبقى شكوتوا الى وكيع سوق حفظي فارشدني الى ترك المعاصي. واعلمني بان العلم نور. ونور الله لا يهدى لعاصي. ده نصيحة بقى يا خوية كده. بداية ترمي جديدة. عايزين مسلا تذكرهم ساعة اتنين ثلاثة. مسلا عايز تذكر مسلا ربنا فتح عليك وكررت النهاردة ان انا حاول تذكر ثلاث ساعات. الثلاث ساعات دول عشان ربنا يكرمك فيهم لازم شوية حاجات. ايه هي الحاجات دي? اول حاجة. هي مش كل حاجة عليها زكاة. الصح عليها زكاة. والمال عليها زكاة. يبقى المذاكرة كمان عليها زكاة. ايه زكاة بتاعت المذاكرة انا طالب. اه عليها زكاة. ايه هي الزكاة بتاعها? كررت تقعد ثلاث ساعات على الكتاب. خلي منهم عشر دقائق لله. طب العشر دقائق دول لله ازاي? هاعد عقلاص على المكتب. كررت. نويت ان انا هو قوم دلوقتي. في فروض فايتك? منفعش. فيش مسلم ما بصليش. مش مسلم ما بصليش. لازم يكونش في فرض فايتك. خش على المكتب وانت متوضي. عشان تسيب الشيطان بره باب قطتك. اي مصادر لله سيبها بره قطتك. تليفون. اصلا يسرقني شوية وانا قاعد بزاكر. لا لا انا بزاكر عليه. لا ما عليش يخد حاجتك منه وبعد كده ارمي بره. واعملو صاير. قفلت باب قطتك داخل متوضي. في حاجة اسمع ركعتين قطاء حاجة. ركعتين ايه? قطاء حاجة. يعني ايه ركعتين قطاء حاجة? نافلة. سنة. كل ما تكون مزنوق في مصيبة صليهم. تبقين مصيبة اللي انت مزنوق فيها الوقتين? عافش اذاكر. عافش جمع المعلومة. زميلي فين وانا متأخر جامد وبحس ان انا ضيع وهم احلامهم وانا اللي راح للمعلوم الجزم في الاخر. ما تلاقيش انا الجزم اللي بلبسة ما بتتلمعش. طيب خش ربنا وعيط له. صلي وعيط ودعي. في ركعتين مسترهاب مطلع عين اهلي وممش فهم منه حاجة بس لازم افهم منه. خش كده ودعي. قول يا رب. اللهم لا سهلة الا ما جعلته سهلة. تجعل هذا الابتلاء سهلة. وسمي بقى الابتلاء بتاعك. سميه باسمه. سميه فيزيا. سميه احياء. سميه زي ما تسميه. خلاص صليت. ركعتين خطو منك ايه? ثلاث دقيق? اربع دقيق? ولا حاجة? قعد بقى عكتاب. ارمي الكتاب في جنب? هات المصحف. عشر دقيق بالساعة عشان الوقت برضو ما يسركش. عشر دقيق بالزبط. اقرأ بس بتقني. اقرأ من كتاب مفصر. عشان لو هتقرأ اي واحدة بس تبقى عارف معناها. مش ممكن وانت بتقرأ. الاية اية واحدة بس. وقرأت معناها. تكون هي البداية اللي تغيرك وتحولك لانسان نجح? ممكن. يبقى اقرأ من مصحف ميسر. اول ما دخلت تقول لسانوي يسلموكم مصحف كده في المدرسة كمفصر تفسير بسيط كده. ولا ما استلمتهوش? ما استلمتهوش. طيب المصاحف هبعتها لكم على الجروب مصحف ميسر. اه مفصر. هبعرف هبعتها لكم على الجروب كده كرابط تحملوه. اقرأ الاية وتفسيرها. اية باية. لحد من العشر ده يجيبوا معاك. جابوا اية. جابوا اتنين. جابوا تلاتة. شكرا. بس الاية اللي تقرأها. احفظها واقرأ تفسيرها. هتلاقي مرة واحدة كده اية من دول جاء صحيتك. قلت لك اصحى. ليه ربنا فتح عليك كده. بعد ما يفتح عليك. تقعد ده على الكتاب بتاعك. انا متأكد ان انت قبل كده كنت بتقعد التلات ساعات دول. كنت بتخرج حمار ولا انت فيهم حاجة. التلات ساعات بقى اللي انت ذاكرتهم دول ضيعت منهم ربع ساعة اربع دقايق او خمس دقايق في الركعتين وعشر دقايق على المصحف يتبقى معاك ساعة تلات ساعات للربع. تلات ساعات للربع دول هيكون محصلتهم ان شاء الله اكتر من ست سبع ساعات. ليه فيهم بركة? خلاص ذاكرت? وانت بتزاكر ما تقعدش بقى عامل ايه انا هزاكر عربي في ساعة وفرنسوي في ساعة وانجليزي في ساعة. غلط. المادة اللي تقعد عليها ما تقومش لو انت مخلص المطلوب منه. عابت عربي ما تقومش على عربي غير وانت مخلصه. ما تقولش انا هزاكر حبة من هنا وحبة من هنا. بتقعد الفشلة بس اللي بعمله كان. طيب افضل وقت للمذاكرة من خمسة لعشرة الصبح من خمسة لعشرة بالليل. من خمسة لعشرة الصبح من خمسة لعشرة بالليل. من خمسة لعشرة الصبح ده ده كانت مكتوبة في كتاب فن مذاكرة. لو رجعت بقى للسنة بتاعتك من خمسة لعشرة الصبح دول اللي هم امتى? بعد ما سيادتك صليت الفجر لحد عشرة الصبح. عشرة الصبح اخرج بقى لدروسك شوف شغلك. رجعت من دروس مش شايف قدامي. تعبان طول اليوم فرهضة وصفر ومدرس بيزعق وطلبة بيهزروا معايا. روح افصل ساعة نوم قبل ان تعمل اي حاجة. لو كان في فرض هيروح صليه منك صليه بسرعة كده وبعد كده ينام لك ساعة. اسم تنامش على السرير وتتغطى. لو نمت على السرير وتغطيت وحسدوا الراحة يا جماعة ساعة وصحوني. مش هتصحى. اصحى يا فلان. خلاص بقى انا انا مزبطة جدولي وبكرة اصحى. مش هتصحى. ما اعمل ايه في المصيبة دي? نم على حاجة مقلقة. نم على حاجة تقرقك وانت نايم. وانت نايم كده روح نم على كنبة ونام بغطى خفيف عشان تحس بلاسعة البرد. عشان اول ما الساعة تعدي وتسمع المنبي هتقدر تصحى. ما تخشش في مرحلة النوم العامية. بعد الساعة دي هتبقى افصلت بقى من كل الكواليس بتاعتي اليوم. بقت الساعة كام? سبعة. ستة ونص ما انت بتخلص دروس مسلا على خمسة بتروح خمسة ونص ستة. قم من نوم. صلى العشة. روح على نفسك كده عودة عشة. خش بقى مكتبك كده بقت الساعة كام? تمانية. يا عم انت مش قلتلي من خمسة لعشرة صبح ومن خمسة لعشرة بالليل? هو انت يعني لازم تكون جيب مية في المية? عمرك حطي الجدوى المذاكرة وقفلته بالزبط مية في المية? يبقى انت كده خطفت خمس ساعات والصبح اقول الخمس ساعات اللي ذاكرتهم الصبح خدت منهم اربعة سلو نص ساعة كنت لسه بصح صح وبصلى الفجر وبفوق مش مشكلة خير وبرك. بثلاث ساعات بالليل يبقى اليوم صف على كم ساعة? سبع ساعات. خليهم ست ساعات. ست ساعات. لو اتدربت في سنة اولى انك تقعد على الكتاب ست ساعات. ابشرك من دلوقتي لما توصل لتالت سنوي ممكن ترتب جمهورية. بس لو التزمت. لو التزمت بالاتفاعل على ده. نعتنا ضيعت من وقت زيادة على الحصة بس كان لازم اقول لك كلمتين دول يعني كنصيحة اخوية.